شهدنا حياة كم الله في أولى فقراتنا الحوارية وساعتنا الحوارية لهذا اليوم وتحت شعار أغلى وطن هو البقاء والوجود يحتى في المكتب الشهيد بالأعياد الوطنية واللي سيقام إن شاء الله في حديقة الشهيد بالمرحلتين الأولى والثانية هاشم أكيد يا نواف ويتخلل هذا النشاط العديد من الفعاليات والأنشطة بالفترة من 15 لغاية 17 فبراير 2024 نرحب بالضيفة الأستاذة الصديقة دشتي مراقب الشؤون المالية في مكتب الشهيد لكن بعد هذا التقرير خلكم معنا حياكم الله وإهلا مرحبا فيكم يسعدنا أن نلتقي وإياكم اليوم سنتكلم إن شاء الله عن احتفاليات مكتب الشهيد في عيادنا الوطنية 20-24 سنة هذه إن شاء الله رح يصير عندنا الاحتفالات ثلاث احتفالات بعياد الوطنية احتفال في تولي حضر صاحب السمو وامير البيلات غاليد الحكم والعين الوطني ويوم التحريق سنة هذه مهرجاننا إن شاء الله رح يسمى باسم أغلى وطن هو البقاء والوجود رح يكون إن شاء الله يوم 15 و16 و17 في حديقة الشهيد رجعنا نتواصل من بعد هذا التقرير الرائع والجميل ونرحب بالأستاذة صديق ديشتي نقول لها حيات شاء الله معانا من وراتنا ومشرفتنا الله يحييك الله يسلمك يسعد صباحكم صباح شاء الله بالخير أستاذ أهليين صباح كل ورد أنا في هذا اللقاء وعن هذه الفعالية وإذن المشاهد يكون على صورة واضحة شن الفعالية وحق شن وهل هي سنوية ولا هي للمرة الأولى نحن في كل عام يشترك مكتب الشهيد بفعاليات واحتفالات العيد الوطني ويوم التحرير بالكويت وهالسنة إن شاء الله رح تكون فعاليتنا تحت شعار أغلى وطن هو البقاء والوجود ورح يكون تحت وحضور رعاية معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح ورح يكون في حديقة الشهيد إن شاء الله لمدة ثلاثة أيام اليوم رح يكون الاكتتاح اليوم الساعة أربع العصر بإذن الله بإذن الله الرسالة التي تهدف إليها هذه الفعالية السادة صديقة شنو؟ طبعا الرسالة الأساسية هي أول شيء تخليد بطولات شهدائنا وتكريم لهم وعندنا تنمية الولاء الوطني الولاء والعطاء لدى الأبناء وعندنا تعزيز التواصل بين الفئات المجتمع كلها عادة صديقة الفعاليات يعني سير فيها مثلا أنشطة أو الملتقياتها سير فيها أنشطة سير فيها مثلا حفل أو ورشة أو ندوة أو محاضرة وغيرها هذا الشيء مؤكد موجود في الفعاليات طبعا فعالياتنا اليوم إن شاء الله ستكون مختلفة متنوعة وايد عندنا فعاليات عندنا افتتاح جدارية شهيد عندنا افتتاح جدارية وقاء الاستشهاد بالإضافة إلى الجهات مشاركة معانا بالمعرض عندنا تقريبا 22 جهة تبارك الله عندنا برامج وفعاليات منتشرة بالحديقة عندنا عازفين يعزفون عزف حي على آلات عندنا بوثات للتصوير عندنا ركن خاص للأطفال إن شاء الله سيكون في قرية الطفل نحن سميناها قرية أبطال الوطن وايد فيها فعاليات للأطفال منها تلوين على الوجه تزيين الشعار روائية تروي لهم قصص عندنا شاشات تعرض بطولات ومسلسل أبطال الوطن في كثير من الفعاليات الثانية اللي بالمعرض رح تكون إن شاء الله بإذن الله تعتبر أستاذة صديقة الجدارية اللي تقوم فيها كلية التربية الأساسية عمل فني جميل جدا نبدأ نتكلم عن فكرته ومن اللي قام بهذا الموضوع كله جدارية نسميناها جدارية وقاء الاستشهاد هذه الجدارية رح تلقاها في المدخل المؤدي إلى متحف ذكرى هي جداريتين هي جدارية الشهيد وجدارية وقاء الاستشهاد هذه اليديدة هذه الجدارية تشمل وقاء حدثت بالكويت منذ القدم يعني مجموعة من الوقاعة نذكر منها انفجار مركز الجهرة المركز الصامتة عندنا مشاركة الدول العربية ضد الكيان الصهيوني عندنا تفجير المقاهي الشعبية عندنا تفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الله يرحمه بعدين عندنا الغزو العراقي بعدين عندنا تفجير مسجد الإمام الصادق هذه كلها على لوحات راسمينها طالبات كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية بإشراف الدكتورة عبير الكنديري والدكتورة فاطمة العازمي صراحة جهدوا وايد حلو وما قصروا وشيء جميل جميل يعني ما شاء الله خلصت اللوحة أمس وايد حلوة يعني أتمنى الكل يشوفها يعني عادة مثل اللوحات هاشم استعادة صديقة هي تختصر القصة نعم مثل قصة هي صايرة بتشوفها هي أحداث ورح تلقى الأسامي مكتوبة والتواريخ شيء رائع صراحة وايد حلو من ضمن الفعاليات تتوقع شنا عندكم معرض أو معارض نعم أو شمع المعارض أيوة المعرض موجود في قاعة المناسبات اللي هي في فيس تو المرحلة الثانية هناك رح تلقى الجهات اللي مشاركة معنا تقريبا 22 جهة كل جهة لهبوث خاص فيها تسوي ورش عمل توزع إصدارات توزع هداية إذكارية يعني رح يكون شيء متنوع أنت بالفعالي الحديقة المرحلة الأولى والثانية نعم نحن رح نكون بالأولى والثانية لأن الجدارية بالأولى رح يكون هناك الافتتاح العازفين رح يكونون الموزعين رسام كاريكاتير موجود هم من بوثات هذا بالأولى نعم بالأولى والثانية اثنين هم رح تلقى مني ومني الموزعين البرامج كلها وبالنسبة للمعرض رح تلقى جناح مكتب الشهيد في شاشة رح تعرض أسماء الشهداء وصورهم بالإضافة إلى شاشة الذكاء الاصطناعي وأيضا عندنا توزيع للإصدارات المكتب وهداية إذكارية للجمهور جميل جدا أكيد مثل هذه الفعاليات ستاذة صديقة يكون هناك في شراكات استراتيجية يكون هناك في تعاون بمختلف خلينا نقول قطاعات الدولة سواء كانت حكومية خاصة أو غير من هذه القطاعات نريد أن نعرف من الجهات المشاركة بهذه الفعالية مع مكتب الشهيد هذا المكتب الرائع اللي دائما نطلع لنا أشياء جميلة شكرا شكرا والله عندنا مجموعة من الهيئات والجهات الحكومية والأهلية أذكر منهم بيت التمويل الكويتي عندنا وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عندنا وكالة الأنباء الكويتية كونة مؤسسة الكويت التأمينات الاجتماعية الخطوط الجوية الكويتية وزارة الشؤون قلناها هيئة العمل الشباب والرياضة كميل الهيئة الشؤون القصار عندنا شركة البترول عندنا كي أو سي كي جي أو سي كي بي سي عشان ما أنسوا لاحظة منهم الممقصرين معانا لأن حتى شركة نفط الكويت هي ماسكة قرية الأطفال تعاون مع مكتب الشهيد أثنيننا مع بعض اللي هما ماسكين هالجزئية حق الأطفال كلها راح تكون ما شاء الله احتفالية ضخمة كبيرة تبارك الله 2 عشين جهائي من أكبر الجهات في الدولة سواء خاصة وحتى حكومية هذا اللي يطرح تساول مهم أنت قلت اليوم ساعة 4 على أسر التتاع على مدى أيام ثلاثة أيام إن شاء الله من اليوم الخميس الجمعة والسبت من الساعة 4 إلى الساعة 9 المساء رح نكون موجودين بإذن الله بالحديقة فيس 1 و فيس 2 للجميع طبعا الدعوة عامة لجميع أهل الكويت والمقيمين على أهل الأرض الطيبة والدخول مجاني طبعا والمشاركة مجانية بكل الفعاليات حلو أدين ترى المساحة كبيرة مساحة كبيرة مرحلة الأولو فيها ماشي ماشاء الله ورياضة فرصة طبعا وتغيير جو وأعتقد حتى الجو حلو اليوم غير مباشر ماشاء الله بسايننا مطر أنتم محظوظين ماشاء الله إن شاء الله إن شاء الله جميل جدا أستاذة صديقة لو أنت تكلم عن هذه الأنشطة الحلوة التي دائما مكتب الشهيد يقوم فيها يعني دائما أنت وتحاولون تأرخون وترسخون الوطنية والأمور الطيبة مكتب الشهيد سباق بهذا الموضوع ما كثر مهم أننا نأرخ ونرسخ هذه القيم خاصة عند الجيل الجديد طبعا نحن هذه من أهداف المكتب والرسالة رسالة المكتب هي تنمية روح الولاء والعطاء عند الأبناء بالذات نحن الجيل هذا الصغير هذا الصغار هذين لم يلحقوا على الغزو ولا غيرها نحن مكتب الشهيد لا يرعى بس شهداء الغزو نحن يمكن بالعالم الدولة الوحيدة التي ترعى أسر شهداء غير الكويتين نحن لدينا أربعة عشر جنسية نرعى أهالي الشهداء فهذا رسالة وائد قوية رسالة مهمة أنت بتوصلها حق الناس حق الجمهور حق الأبناء ترسخ فيهم حب الوطن حب العطاء حب التضحية هذا واحد شيء مهم بالنسبة لنا وإحنا الكويتيين نحب الكويت صراحة والكويت تستاهل لو نعطيها عيوننا شوية مواليد الغزو ما شاء الله مرهم أربعة ثلاثين أربعة ثلاثين تبارك وقع الطبيعي أنه عندهم عيال طبعا طبعا الحين عيالهم هما شون استذكرون أهم وعيالهم وأباهم اللي راحوا شوهدهم فهذا مهم جدا توصيل الرسالة بطريقة احترافية أكيد هذا شيء موجود نعم هذا عن طريق البرامج عن طريق المعارض مشاركاتنا نحن عندنا داخلية وخارجية هما نحن نطلع برّا الكويت نشارك عشان نوصل هالرسالة الناس اللي ما تعرف خلي تعرف الكويت شنو تسوي الكويت يعني بلد صغير بس كبير في عطائها لأن نبي الناس كلها تعرف إحنا شنو قاعد نسوي مو شي بسيط صراحة يعني والأمانة يعني مجهود جبار جميل تشكرون عليه يعني يعني وليكم العافية يعطيكم العافية بس نبي نذكر مدة الفعالية ومكان الفعالية قلت لنا شنو الجهات المشاركة عشان ندعو الناس من يعني عن طريق خلينا نقول شاشة تلفزيون هم يحضرون هذه الفعالية الجهة أنا بأيب ليها إن شاء الله إيه والله إن شاء الله حياكم الله والله تشرفوننا هي الفعالية بحديقة الشهيد إن شاء الله بفيس ون أنت فيس تو من الساعة أربع للساعة تسع يوميا من اليوم الخميس الجمعة السبت إن شاء الله إحنا موجودين موزعين في وايد من أربع العصر أيوة من أربع العصر إن شاء الله والله أنا أقول تعالوا مبتشر إيه تعالوا مبتشر عشان تلحقون على الهدايا على الشرح اللي تفضلت فيه أستاذ صديقة بأن كل هل جات بشاركة وبالجهتين أو المرحلتين موجودة هذه الفعاليات فأعتقد الموضوع ضخم جدا فلو يوصل مبتشر عشان يقدر يعني نسيت أذكركم بعد فيه فرق فنية فرق فنية عندنا من وزارة الداخلية فرقة ومن وزارة الدفاع فرقة عندنا فرقة فنون العرضة بالتعاون مع شركة نفط الكويت فيعني هم أجواء حلوة نحب هذه الأجواء بالعياد الوطنية حلو يكون فرحة لعيالي ستانسون تلقاهم لابسين ملابس العلم وهذه وائد أجواء حلوة رح تكون إن شاء الله تغدوا وخلصوا من الغد بلقة شهيد حياكم الله موفقين تسلمون وجهود إن شاء الله يعني موفقة هذا الترتيب الكبير والجهوزية اللي قبل هذا أصلا الوقت إذا في كلمة تقولينها في نهاية هذا اللقاح للمشاهدين والله أحب أشكركم صراحة على هاللقاء وتحت الفرصة لنا أن نعرف الجمهور في فعاليتنا اللي هي اليوم وكل عام وكويتنا بألف خير وأحب أختم في شعارنا اللي هو أغلى وطن هو البقاء والوجود أعسى الله يوفقكم شكرا لوجود زمانا أستاذا مشاهدين أكل الشكر لضيفتنا الكريمة الأستاذ صديقة دشتي المراقب للشؤال المالية في مكتب الشهيد هناك فقرة بيقولها لكم هاشف شكرا لكم بالتزامن أبو يوسف مع العياد الوطنية أنزين هناك نشاطات وجهود حثيثة تقوم فيها بلدية الكويت للحفاظ على البيئة البرية واليوم تكلمنا عن المواطنة الصالحة وكيفية المحافظة على الحياة الفطرية والطبيعية هذه فبموسم التخيم والبر إنزين تقوم بلدية الكويت بتكثيف الحملات تزامنا مع الأعياد الوطنية زميلنا عثمان سليمان كانت له هذه التغطية إلى هناك وراجع لكم خلكم معنا